عملت ديكور في المستشفى زي ديكورات أعياد الميلاد وطرت وتوزيعات وحلويات وفوتو سيشن واستقبلت ليلة للدنيا أحسن استقبال من السني ولدت بقالها حوالي أربع تيان ولكن ما أعلنتش غير الساعات اللي فاتت فيترى ليه خبت عن الجمهور؟ هل خيفة من الحسد؟ تعالوا نشوف كوليس اليوم واللي عملوه قبله بعد الولادة وليه ما فيش حد من أصحابها بلوجرز المشاهير حضروا فعز ما كانت من السني في المستشفى وبتولد كان فيديوهات ليها بتنزل على حسابها على الانستجرام وتحديدا يوم الولادة نشرت فيديو وهي بتشتري لبس البيبي وكانت مستغربة وقالت أنا ماما إزاي؟ وبعدها من نشرت فيديو ليها وهي بتعمل ستايل للبس زي ما متعودة دايما في محتواها من أول ما ظهرت على السوشيال ميديا وكانت حامل وعلقت تقريبا كده ده آخر جيت رادي ودنوسة الحامل وجالها بعض التعليقات بتقول لها أنت ولدتي ومخبية وما قلتيش وخيفة من الحسد ولكن كان وراها اللي بظهرها وكان بيرد بدلا منها ويدفع عنها وإنها حرة تعلن اللي هي عايزة تعلنه ومش مجبرة تشاركنا كل حاجة وكمان هي علشان لسا والدة فمن تعبها ما عرفتش تشارك الجمهور أي تفاصيل لليوم في التوقيت ده منها كانت فعلا ولدت ولكن لظروف طبعا ولادتها والتعب اللي كانت فيه ما نشرتش أي صور أو فيديوهات من اليوم زي ما متعودة تشارك الجمهور ولكن حبت ترد على اللي انتقدوها ونشرت ستوري لتعليقاتهم وقالت أن اللي نشر الفيديوهات حد من الفريق المسؤول معاها للسوشيال ميديا وإنها كانت تعبانة فعلا وما نشرتش حاجة ولما هتبقى كويسة هترجع تشاركهم كل التفاصيل وإن ده مش خبس منها ولا حاجة زي ما تقال ولا خوف من الحسد وفعلا كلامها صح هي كانت بتشارك الجمهور وتحملها كل حياتها وحتى نشرت فيديو لحملها ومفاجأتها لأهلها والصاصة فلو خايفة من الحسد وعيون الناس كان من الأول مش هتقول إنها حامل أصلا ورغم إن فعز تعبها في الحمل كان بيتبعت لها رسائل حسد صريحة وقر عليها وكانت بتنشرها وتطلب من الجمهور يدعو لها وبس كمان الكل تعود من البلوجرز إنهم بيقولوا على معاد الولادة ويشاركوهم تفاصيل اليوم من أوله والتوتر اللي بيكونوا فيه والفوتوسيشن اللي بيعملوه والدنيا بتتقلب في المستشفى وكل المشاهير بيروحوا ولكن منها طبيعية ولدت زي أي ست ما بتولد بكل هدوء وحتى محدش من أصحابها البلوجرز نشروا أي صور معاها ويقال إن محدش رح لها واللي أكد إنها مش أصدى تخبي ولادتها إنها فعلا شركة الجمهور اليوم ونشرت فيديوهات وصور ليهم من المستشفى ومن وهي بتولد وجوزها حضنها وكمان من قضتها اللي ملتها بالديكور كأنه أعيد ميلاد ولكن بعد ما ولدت وخرجت من المستشفى منا عملت ديكور كبير في قضتها في المستشفى وطرت توزيعات باسم بنتها ليلى اللي اسم اللي اخترته معصاصة من وهو بيحب بعض وعلقت الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب واللهم أرزقنا برها وبارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ليلى محمد خالد كمان أختها منال نشرت صور ليها معاها ومع البيبي بعد ما منا نشرت وكانت فرحتها ومش سيعاها وقالت بقيت خالته حقيقي وبجد ليلة اللي أنا مجنونها تفتكروا فعلا منا كانت خايفة من الحسد وما نشرتش أي تفاصيل ليوم الولادة علشان كده ولا فعلا كانت تعبانة ولما خدت نفسها أعلنت شاركونا في التعليقات